طيب نروح بقى لمراسلنا ودايما نكون حرسين نحن كل يوم نعرف حضراتك وكده الأخبار الجديدة الخاصة بالنادي الأهل تحديداً وعنا مراسلنا كريم أحمد هو دلوقتي موجود في مقر النادي عشان نعرف منه إيه الجديد كريم بنصبح عليك أنا وكريم وتفضل صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة نهواند وصباح الخير على زميل العزيز كريم وكل التحية لكل مشاهدة وجمهور النادي الأهل في كل مكان نقرر النادي الأهلي بالجزيرة بننقل طبعاً كالعادة كل الأخبار والكواليس أخبار النشاط الرياضي أخبار عضاء النادي الأهلي وأيضاً كمان الأخبار الخاصة بتدريبات فريق النادي الأهلي وقبل أن نتكلم طبعاً عن كل هذه الأمور حابين طبعاً نبارك لكل لعيب النادي الأهلي على البداية بداية كانت موفقة وأكثر من رائعة لفريق النادي الأهلي فوز كان مهم جداً أمس على فريق مصر المقصة شوفنا كمان بعض التغريات في التكتك بيتسو مسمعيني الحقيقة عدل لعبيب بشكل مميز ورائع جداً لكن إن شاء الله بنتمنى الانطلاقة تكون أكثر من كده عندنا ضغط كبير جداً في المباريات القادمة زي ما أكدنا وقلنا أكثر من مرة عندنا مباريات لبطولة الدوري العام عندنا استقناف لبطولة دوري أبطال أفريقي الجديدة مبركس العلم للأندية السوبر الأفريقي ضغط كبير جداً لكل لعيب النادي الأهلي لكن كل مرة بنقول بالإصرار والجدية والعزيمة وشخصية النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نقدر نحافظ على كل الألقاب اللي حصل عليها النادي الأهلي خلال الموسم الماضي أيضاً كمان حابين نطمم بقى في البداية كل جماهير النادي الأهلي على بعض المصابين خلال مباراة الأمس أولهم طبعاً ناصر ماهري يعني كل جماهير النادي الأهلي متفقلة بشكل كبير جداً لكل لعيبة العائدين من الأعارة سوى محمد شريف أو ناصر ماهر أو أحمد ياصر ريان أو أكرم توفيق لكن ناصر ماهري تطمين عليه بشكل كبير جداً وكنا متواجدين معاه في أيضاً في المستشفى بعد عمل الأشعة ثلاث أسابيع إن شاء الله بإذن الله ناصر يكون متواجد من جديد في صفوف فريق النادي الأهلي خلع في الكتف يمكن أثرت عليه بشكل كبير جداً وكان واضح لكل جمهورة للنادي الأهلي الإصابة دي كانت متجددة عنده يعني في كأس الأمم الأخير بطولة أفريقيا تحت 23 سنة الأخيرة كان عنده نفس الأمر ده لكن إن شاء الله بإذن الله مع التأهيل بقى ومع الدكتور طبعاً وصفوف مصطفى طبعاً العامل دور كبير جداً مع كل اللعابة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله ناصر يقود من جديد وبتمنى له كل التوفيق وكل السلامة مع ناصر كمان بقى جونيور أجيه لكن في اكتهادات كثيرة جداً زميلة نهواند وزميلة كريم على إصابة جونيور أجيه ممكن الناس يتكلم بشكل كبير إن أجيه عنده مشكلة في وطر أكيليس لكن التشخيص طبعاً الطبي الضقيق جداً الوطر الوحشي طبعاً ده ممكن أمر مهم جداً رجل الدكتور مصطفى أتكلم عليه بشكل كبير وقال إن عنده الاتهاب شديد فيه الوطر الوحشي بيستعد إنه يدخل فيه جراحة جراحة دي ممكن تطول معاه من شهرين ونصف إلى ثلاث شهور بالتوقيت طبعاً نحن نتكلم فيه ده من الواضح إن الجنر أجيه هيبعد بعيد جداً الفترة القادمة عن فريق النادي الآلي كان حلم كبير لكل اللعيبة إن هيكون متوجدة في كأس العالم للأنديل هيكون إن شاء الله بداية في شهر فبراير لكن إن شاء الله ما نعرفش الخير فين لكل لعيبة النادي الآلي يا رب إن شاء الله أجاي يعود من جديد إن شاء الله بإذن الله نضم مع فريق النادي الآلي بعد انتهاء تأهيله إن شاء الله يكون يتم شفاقه على خير ويشارك مع صفوف فريق النادي الآلي في المحافلة الدولية والافريقية وايضا كمان في بطولة الدوري العام يمكن كمان النهاردة بدون راحة بقى النادي الاهلي بيستعد بكل قوة لاستقناب مباراة بطولة الدوري العام وتحديدا الجولة الثانية من موسم 2021 امام غزل المحلة يوم الجمعة القادم كان قرار اكيد طبعا مميز جدا من بيتسو موسماني انه ينبقاش في راحة لانه ضغط كبير جدا النهاردة اه هيكون تدريب خفيف لكل اللعيبة اللي شاركت في مرانا الامس لكن هكون جرعة تدريبية قوية جدا لكل اللعبين اللي مشاركوش في مباراة الامس بشكل عام عندنا عدد كبير جدا من لعيبة بيتأهلوا ممكن كمان وليد سليمان واحمد رمضان بيكم واحمد ياسر ريان ومروان محسن كل اللعيبة دي النهاردة ان شاء الله بإذن الله هكون جرعة تدريبية قوية جدا ليهم بجانب بقى علي لطفي ومصطفى شبير واحمد طارق سليمان مع مدرب الحراس مشيل يانكون اللي بيقوم بدور كبير جدا مع حراس المرمى في فريق النادي الاهلي النهاردة كمان تصحيح الاخطاء ده امر مهم جدا لبيتسو موسماني وممكن راجل اكد عليه اكتر من مرة شفنا في مباراة الامس عدد كبير من الفرص ضاعت لعيبة النادي الاهلي لابد يكون في استغلال كبير جدا لكل الفرص وانصاف الفرص بالتحديد بيتسو موسماني تكلم على هذا الامر في المؤتمر الصحفي اللي كان عقب انتهاء مباراة الامس الراجل نهاردة اكيد هيكون في شغل كبير نظري وعملي ويمكن دي حاجة مهمة جدا ان الراجل بيشتغل نظري بشكل كبير بيشحن لعيبة بقى بلغة الكرة كده بشكل مهم جدا الجانب النفسي عنده بيشتغل عليه بشكل اكثر من راعي مع الكابتن سيد عبد الحفيز وان شاء الله باذن الله ربنا بيحفز على لعيبة النادي الاهلي دي امر مهم جدا ودي دعوة على طول هنديها لكل لعيبة النادي الاهلي لاننا مش عايزين اي اصابات تاني عدد كبير بقى من الاصابات بدئين ببداية الموسم لكن ان شاء الله باذن الله بالجدية الكبيرة اللي فيها لعيبة النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لعبتنا كلها الاهلي بمن حضر في اي مباراة وان شاء الله باذن الله مباراة غزلة المحلة يكون مباراة جيدة زي ما كانت مباراة مصر المقصة بنتاجتها الكبيرة ان شاء الله يكون مباراة جيدة أعيز أربط مباراة غزل المحلة للبطولة الأفريقية مباراة غزل المحلة يكون يوم الجمعة الضغط الكبير بقى اللي بنتكلم عليه زميلة الهواندي وزميل كريم بعد مباراة غزل المحلة مباشرة هينطلق النادي الأهلي إلى رحلة النيجر بعثة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة هتكون مشاركة فيه أولى مباراة بتقوله النادي الأهلي بطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا أمام فريق سوني ديب طبعا بطل النيجر اللي هتكون إن شاء الله بإذن الله يوم 23 بتوقيت النيجر الساعة 3 عصرا كابتن ساعدة بحفيز ممكن نتكلم على هذا الأمر وأكد أن ما فيش وقت نتنتهي المباراة ومبشارة المباراة تغزل المحلة ثم يتم إن شاء الله بإذن الله التوجه ببعثة النادي الآلي إلى النيجر نسى بشكل كبير جدا مع نبيل ميكي سفير مصر في النيجر على ملعب التدريب فندل إقامة لتحركات التنقلات كل الأمور دي بيبع لها تركيز كبير جدا لأن أكيد الإدارة بشكل عام أو الجهاز الإداري لفريق النادي الآلي بيحاول يوفر المناخ الطيب لكل اللاعبين وبيترك طبعا بقى الجزء الفني ألهام جدا لبيتسو مسماني داخل المستطيل الأخضر يمكن دي كانت أهم الأخبار طبعا لفريق النادي الآلي النهاردة اللي هيكون زي ما أكدنا قلنا تدريبه النهاردة هيكون الساعة 11 صباحا لكن عايزة نطلق كمان لنشاط الرياضي لفريق النادي الآلي عندنا أكثر من مباراة عندنا انطلاقات عندنا مباراة مهمة جدا عايزة أبدأ معكم طبعا ونهني فريق تنس الطاولة تحت 15 سنة ناشئين ونشئات لحصولهم على بطولة الجمهورية الحقيقة نشاط الرياضي بيقوم بدور كبير جدا أكدنا قلنا أكثر من مرة كان في صفقات مهمة جدا كابتر وف عبدالقادر الحقيقة مدير النشاط الرياضي في النادي الآلي عامل شيء مميز جدا مع المديرين الفينين وأيضا كمان مع اللاعبين كمان زي ما احنا بنتكلم على النشاط الرياضي كرة السلة تستعد بكل جدية وبكل قوة عندهم مباراتين مهمين جدا يوم 17 و19 أمام فريق نادي الزمالك وكان عندهم كمان مباراة ودية كابتن أشرف توفي المدير الفني لفريق النادي الآلي كابتن أحمد الجرحي مدرب العام بيحاولوا أن هما هيئة لعيبة بشكل مميز ورائع جدا خلال المرحلة القادمة مباراتين بيفرش بينهم جريوم واحد يوم 17 ويوم 19 من الشهر الجاري مباراتين مهمين جدا مع فريق الزمالك إن شاء الله بإذن الله تكون بداية قوية جدا لفريق النادي الآلي في دوري المرتبط لكرة السل على الجانب الآخر فريق الكرة الطيرة بقيادة كابتن محمد مصرحي اللي بيستعد أيضا كمان لأولى المبارات للموسم الجديد أمام فريق مصر البترول إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة القادم ضغط كبير لكرة القدم وضغط كبير لأنشاط الرياضي لكن إن شاء الله بإذن الله كالعادة فريق النادي الآلي يكون مصدر السعادة أعود لك زمانة نهواند أعود لك زمانة كريمة رائع جدا تغطية أكثر حقيقة من ممتاز شكرا لك زمانة العزيز كريمة شكرا